مشاهدين أهلا بكم كيف الحال؟ هذه الفترة هذه بزاف ديال الناس هم مقبلين على الزواج وفي العلاقات عامة كين واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كينسحوا بها الأخصائيين أن يقوموا بها طرفين مع بعضهم وأشياء أخرى يحاولوا يتفدوها منها الحديث على حياتهم السابقة ولا تجاربهم السابقة ففي نهاية الحدود من أن تكون مثلا الشخص تحكي للشخص الآخر على حياته السابقة ولا تجاربه السابقة هاتش اللي غادي نشوفه في هذه الحلقة أهلا بك دكتور حاتيم شرف الإدريسي أهلا عزيزة وأنا مكو المشاهدين دوزان كنعرفو إحنا دبعا مقبلين على موسم الزواج أو إحنا فوسط منه موسم الزواج هكذا كين بزاف ديال الشباب اللي كي بغاو يتوجهوا هذه العلاقة ديالهم طبعا بالزواج ويتجمعوا في بيت واحد وتنعرفوا أن كل العلاقات هكذا تتبغي أن كل طرف يكون عارف ما يكفي على الطرف الآخر تنقول ما يكفي يعني لكي خلوهم يعيشوا واحد الحياة اللي هي مطمئنة وتعرف راسهم عاما تلقى أنهم بزاف يوم تتفاجئوا بأنه ما كيعرف الشخص الآخر ما تعرفش عليه بزاف ديال الحواج أو لا تكون بيناتهم بزاف ديال الأسئلة مثلا زوجات تتسوي لزوج ديالها على حياته السابقة أو العكس زوج تبغي بحث ويعرف زوجة دياله واش كان عندها مثلا تجارب سابقة علاقاتها السابقة من جميعنا واحد ماشي فقط علاقات يعني هكذا ولكن حياتها كيفاش كان ديرا واش نقوله للطرف الآخر كل شيء أو لا واش مثلا يعني سي كوغيكت أنه واحد الإنسان يطلب من طرف الآخر يقول لي حياته كاملة بكل تفاصيل ديالها قبل ما يعرفه هي بنسبة الناس اللي مقبلين على الزواج أنه من بين الحواج اللي كيدوه عليها سي أنه كل واحد كي عاود للآخر مثلا لحياته إيته لنفصان جنرال دائما نقوله بأنه الحوار هي المفتاح ديال الأزواج أنهم كي بقوا في راديوغي كي بقوا في مدة طويلة دونك سي مهم الحوار دونك الحوار هنايا ولكن هذا الحوار هذا إلى أي حد غادي يكون هذا الحوار بمعنى أنه الأزواج مثلا واش كي عاودوا كل شيء أو لماتي عاودوا كل شيء سيسعى لكيستون لي كي طرحوها بزاف ديال الشباب وثل للبنات والولاد أنه واشنو غادي نعاود واشنو غادي نعاود واشنو غادي نعاود ومني كنقوله الحوار طبعا نرا كي جمع بزاف ديال الحواج ماشي فقط تفاصيل على الحياة وإنما أشياء هكذا لي كي عيشوها مع بعضهم حيث كنعرفو فأنا في الحياة الزوجية ومتشرح تياناش حمراء كين بزاف ديال مسكوت عنه شي حواج ماتلا لتي تكونوا بين الأزواج ومتي تتكلموش عليها كتبقى تتفاقم تكتخلق مشكل يع surgery والسطاب who and she come to me واش فعلان كينشي حواج لي مخزم شي تقالو كل glued كأنشي حواج لي خصومي تقالو و March some школ أسنو غادي نرسو القانون أنه ينسو غادي نضيح أنه مثلاً للرجل أو للمرأة يخصوه يعود مثلاً مزال الحويج على حياته كيف يريد الحويج مثلاً اللي هما مهم في حياته مثلاً دازو اللي هما أهم بشعرفهم الشارك دياله دونك تتكون واحد لترانسفارنس أنه مثلاً في الحياة اليومية على الشغل دياله على الصالير دياله على المعيشة كيف يشغل يعيشه بزال الحويج اللي هي مهمة باش أنه كيكون واحد التعارف الزوجة كذلك أنه تتعاود مثلاً الزوجة للعائلة مثلاً كينشي حويج غير كينشي حويج مثلاً مشاكلية بعد مرصة تكون عائلية داخلية كين ما كيبغيش يقولها مثلاً كيبغيخ بها على الطرف الآخر هنا غدي ندخلو على حسب الحالات كين الحالات أوفات خصناً نعرفه بأنه كينشي حويج تقدري ديالهم واحد الشخص وما تقدري ديالهم شخص آخر دونك تتبين ديالجون كين مثلاً كالقاو مثلاً في الكلام بالنسبة للازوجه about نسبة الموضوع للموضوع تفعيل وهو الماضي الاっちوار soil الماضي لله ي branch out وكل الناس يتكلم على الج далее باريخ أو يراين كينشي تترين والش candidate أو عنو ان انتظر إلى النار أو يghراف أو لا لا، الرجل كذلك تبغي يعرف مثلا أنك البنت اللي غيرتزوج بها واشكا عرفت شي واحدة أخر قبل منه أو لا لا دونك هذو كل هم أسئلة بعد المرات كتلقات الأسرة يالي كتسول على هذا الشي باشي فقط يعني طرف المعني بالأمر وإنما الأسرة ديالهم مثلا البنت فاش كي يجي شي واحد يتقدم للزواج منها كتلقى الأب ديالها والأم ديالها والأسرة دياله كلهم كيسول على داك الشخص واش كنت عنده تجارب واش كنت عنده علاقات أخرى واش كنا واش خطب واش زوج يعني شنو المعقول واشنو المشي معقول كالقوا الأغلبية الأسرة كيسولوا مثلا الأب ولي هادو الأم غايصولوا واش إنسان زياد واش إنسان معقول واش غيرتها لليوم في بنتهم يعني حتى واش كان عنده تقسس السوغته هادو الرئيسي عادي تجي هادو من السوغته لصديق داخلي ديال الحياتو الشخصية كالقوا بأنه الزوجة يبزاف كتسول عنده اللي عندها رئيسي الأب غادي سيصول واش يتلاليف بنته واش غادي واش يقدر يعيشها مزيان سيستسوق دوسا ولكن بالنسبة للأزواج هنا فين كي يكون الإشكال الإشكال ديال أنه شنو هادو يقول ذاك الرجل اللي عندك للمرأة وشنو هادو يسقول لي هي مثلا على ذاك الماضي أنه يمكن مني كان قولوا الماضي أرا مش بشطط غادي تكون شي حاجة خيبة ممكن ماضي مثلا أنه واحد للبنت اللي مثلا تقدم لها شي واحد مثلا للخطبة مثلا غادي تعاودها لي هنا غادي نقولوا بي قصة تعاودها لي خصوص يكون في العلم يالو بأنه رجل تقدم لها واحد السيد مثلا الخطبة وما بقاتش ديك الخطبة ما كملاتش لسباب ما ومنحقوا أنه يعرف مثلا الأسباب نعم هنا جوزكا بخيزان هناك داخلين في الحواج اللي في التخنسبارنس الشفافية أنها كتعاود لي مثلا ما يكنشي حواج مثلا اللي غاقدروا من عاودوهمش مثلا كي يقدر ببعض شاب مثلا اللي تكونوا عندو تجارب اللي كي يجي يبغي يعاود مثلا المرأة اللي غايدة جوج بها تيجي تبغي يعاود بها لديتاي تفاصيل هناك يوقع مشكل لماذا؟ لأنه كنشوف بزاف ديال الأمثلة بحل هكا اللي مثلا مني تكون واحد له ديتاي من الراجل كيمشي مثلا غادي يعاود المرأة بأنه كانوا عندو علاقة قبل كان عندو تجارب وهنا يأتي هنا يمكن لي يقول مثلا هادشي باش تكون واحد شفافية ولكن كان واحد النقط اللي هي كنقف فيها حدود حدود أنه ما كان مشوش ديتاي ديال هادوك العلاقات ودوك التجارب لأنه مني كان ندخل في ذاك اللي ديتاي كان على حساب هناك نقلت على حساب الأشخاص كان مثلا المرأة اللي غادي تبقى يوقع لها مشكلة من بعد وبالزاف ديال ليكوب اللي عندهم هاد المشكلة تيعيشوه لأنه مثلا المرأة كتقول لك مثلا كانت عندو تجربة إيدان كتقول لي تحتراصة في واحد المقارنة مع دوك التجارب قبل واش أنا أقل من ديك مثلا البنات اللي عارف قبل أو للا دونك تقول لي مشكل بالنسبة لديك السيدة اللي في العلاقة الحميمية ولا في العلاقة اليومية مع ذاك الزوج ديالة في سفقصة تلقى مثلا الرجل إلى مثلا المرأة عودت لي مثلا وقاتت لي مثلا كنت في واحد علاقة مع واحد الشاب علاقة اللي هي سيغيوز إتوسا تيولي تتسائل أشنو قابيناتهم مدام درس علاقة معاه ينكما كينا شي حاجة ينكما مشو بعيد دونك تيوليوا هنا يا أولا مثلا مني كتقول ذاك البنت مثلا كتبدأ تعود في الديتاي هنا مني كمشوف داك لا يوجد لديه مشكلة لأنه في الماضي لا يوجد مشكلة يعني لحسب الشخص كيف يأخذ هذه الأمور؟ لحسب الشخص، قلت أنه يتحرك في تركة الناس لا يوجد لأنه يجي يعود كالخوشة من أحد مثلاً من أنت يعود يقولك أنه ارتحت هنا ما يوقع؟ الطرف الذي يعود كل شيء هو أن يريح نفسه نعم لذلك نتريح نفسك ولكن الطرف الآخر أعطيته واحد وعطيته واحد الحواج الذي سيقدر أنه يضرب له في الشخصيات سيبدأ يدعى المقارنة سيبدأ يشوفك بطريقة أخرى لذلك يمكن أن يقوموا بشكل الحواج على حسب الشخصيات الطرف الآخر هنا لا نجد أن ندخل في التفاصيل حتى لا نعرف الشخصيات الطرف الآخر ونطرق على ترى هل يقابل يسمى؟ هل يتقابل لكي تسمع؟ لذلك يؤمنون لكي تسمع ذلك يجب على حال الناس نعم، يجب أن يتعرف حالته أنه يجب أن يسمع مثلاً لكي في بعض المرات يجب أن يجب أن يعرفون مثل الزوجات يتطلب من زوجه أن يجب أن يقولون مع بعض الأشياء وإنما تقولون لهم لا، أنه لا يجب أن تشعر أنه لا يجب أن تكون لا تتطع هل هذا الرؤية للفعل؟ بالنسبة للمشاهدة، يجب أن تتعرف. ولكن هناك علاقات. خاصة لأسمى بعض الأشخاص. سوف نضر عليها. ولكن في هذه الحالة التي قلت أنها تسوّل. ومنها تسوّلت. 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 لذلك يجب أن نعرف الشخص الأخر. أولاً. لأنه تسوّلت. ومنها تسوّلت. لأنه تسوّلت. ومنها تسوّلت. ومنها تسوّلت. ومنها تسوّلت. ومنها تسوّلت. هناك علاقة سليمة. ولكن الدكتور، يتم الحديث عليه فقط مرة. أو يهدرون على هذا الشيء. ويعودوا لهدرة. ومثلاً بعد المرة تقرروا أن يدخلوا في التفاصيل. حتى وكّلت. وإخلاقوا أن يدخلوا في التفاصيل إلى غير ذلك. كيف نصح الشباب يترون لتكلمه؟ ويكونوا كتاب مفتوحة للبعضياتهم؟ أين الجد؟ وما الأن مرة يتخلون على هذا الشيء؟ الطائفة الماضية يجمع الموضوع نجمع الموضوع يستمر المعلم الثاني هي أكل من الأول أن تتangelع على علاقات سابقة حيث تكون الكفافccية وتتميتها على الرجل وتتميتها وتميتها وتخبي في الواقع تعليف الشاب أو ريول مثلا وتخبيه مثلا على الزوج من بعد ويسيق الخبار ولكن لماذا يوقع لوم مثلا لماذا يوقع بيناتهم خصام أو لمشكلة تلقى واحد يلوم لأخر بعلاقات سابقة مثلا أو لبنسبة كنلقى وبزاف الحالات النساء تعير الزوجة مثلا بتجاربها السابقة إلى غير ذلك يعني كم أشيق هذا السيطات؟ هذا السيد ما قابلش مثلا أنه هذه الزوجة عندها علاقة سابقة هنا نرى أنه سيكون لتعاود هذا الشيء قبل الزوج هنا رميشتك تزوج عاد جين أن نعود لك أنا على المساعدة يتعاود هذا الشيء قبل من الزوج لذلك انت قابل على هذه المرأة وذلك المرأة قابلة على الزوج ودواوا على المساعدة لهم كلا واحد شفافية قبل الزوج هنا قابلين هنا في نبلتي أنه بعد المرات عاد من بعد كي عاود يهدره ويجبدوا الموضوع بعد المرات ليوصلوا للدتالي هنا يمنى كتلقار مثلا بعد الأزواج يتزوجوا بعد واحد تصافي تنستلط واحد اتتقاء مثلا ومن بعد يقدروا أنه يلقابل للطرف الآخر قابل باش أنه يعرف مثلا حويج أخرين مثلا بدون أنه غدي تقلق مثلا أو مثلا المرات كنتم تلقاء ومثلا عاودة الجوجات التي تعود ولكن بعد المرات تقلق المقارنة وكتبقى تعود ليه في الدتالي على العلاقة مع الزوج نصائح مثلا في هذا الموضوع هذا ديال الحديث على الحياة السابقة التي تكون عند الكوبل كل واحد فيهم واش تتكلموا عليها واش ما تتكلموا شعلا شمه هي العليمية يعني باش تنصح الشباب المقبلين على الزوج النصيحة هي أنه تخص الشفافية تخص نعوده كل شي منيك نقول نعوده لا منيك نعوده كل شي كل شي بمعنى لغلالسيون اللي كينين عرفت فلان عرفت فلان بدون تفاصيل قلتين قبلها ولكن إذا غادي نمشي العلاقة الحميمية ممكن أنه الإنسان يقول أنه كانت عنده علاقة حميمية هنا راه باش يقول الطرف الآخر كانت تكون واحد شفافية ولكن ما تنخلش في الديتاي ديالذيك العلاقة الحميمية أش نوقع فيها خبية على غلالحديث البقية هناك تفاصيل أخرى قد نتكلموا لها بعد قليل على الراديو معك دكتور حاتم شرفي الإدريسي ومعكم كذلك مشاهدين يمكنكم تتحكم بنا على أمواج راديو دوزا من جوج حتى الأربعة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة